رحيم زي ما حيك أشرت في البداية السوق يمكن على مدار التسعة شهور اللي فاتوا أو من بداية السنة أنهى السنة الماضية على أدنى مستوى سعري ليه في ثلاث سنين أو نهاية 2011 اللي هو عند 3578 ونجح مع نهاية شهر تسعة الماضي بقى في تحقيق ارتفاعات حوالي 65% نسبة ارتفاع من الربع التالت بس نجح في ارتفاع حوالي 50% يعني على مدار العام كله 65% وفي الربع الأخير ده حوالي 50% ده طبعا بالنسبة لإي جي إكس 30 بطبيعة الحال يعني طبعا زي ما حيك عارفة أن الربع الأخير شهد لحد ما علامات التحول الديمقراطي اللي بدأت تحصل في مصر في شكل كبير الخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية بشأن الوضع السياسي صحيح لسه ما فيش دستور لسه فيه إعادة لانتخابات مجل الشعب لكن طبعا منصب رئيس الدولة بقى موجود وبالتالي الأمور هدأت تماما وحصل فيه استقرار في الوضع السياسي ومن ثم على طول البورصة بدأت تعبر عن ده بالصعود اللي احنا أشارنا إليه وقربنا من مستويات سعرية أعلى من اللي كنا عليها قبل ثورة 25 يناير اللي هو عند مستوى 6,000 24 نقطة في إي جي إكس 30 اللي هو موشر السوق الرئيسي طبعا ما اقتربنا من المستويات دي كان من المنطقي ان احنا هنشوف بعض عمليات جاني الأرباح يمكن هي كمان اتأخرت شوية عمليات جاني الأرباح كان المفروض تحصل من عند 5,800 يمكن السوق استمر لحد الـ 6,000 وبدأت تحصل عمليات جاني الأرباح اللي احنا شايفانها دلوقتي التراجع خلال الثلاث أربع جلسات اللي فاتوا كان إلى حد ما حاد شوية وفيه أسهم كتيرة فقدت جزء كبير من الصعود اللي حقيقته لكنها حتى الآن مازالت في النطاق المقبول لعمليات جاني الأرباح خاصة مع بقاء مؤشر إي جي إكس 30 فوق مستويات الـ 5,500 إلى 5,400 نقطة كل ده هيبقى الاتجاه مازال صاعد وإنما ما يحدث الآن هو عمليات جاني أرباح ليس إلا الارتفاع بتاع المهاردة الحقيقة مش مدعوم بقيم وأحجام تدولات مما يعني يشير إلى احتمال يكون حركة صحيحية بس على الأجل القصير جدا داخل التراجع اللي حصل اليومين اللي فاتوا وهو جزء من تعويض الخسائر وقد تستكمل عمليات جاني الأرباح وقد تعاود ظهورها مرة تانية خلال الأيام القادمة ممكن يبقى بدءا من جلسة الاتنين على اعتبار أن جلسة الأحد أجاز عندنا فبدءا من جلسة الاتنين ممكن تبقى فيه برضو عمليات جاني أرباح جديدة أو تحرك عرضي على أقل تقدير لحد ما تمتص أو تنتهي القوى البيعية اللي ظهرت على مدارة 3 أو 4 جلسات اللي فاتوا المهم أن احنا طالما بقينا في مستوى الـ 5,400 يبقى الاتجاه مازال صاعد اللي بيحصل عمليات جاني أرباح والسوق مازال إيجابي على الأجل المتوسط سيعود ارتداده إن شاء الله ويعود التجربة مرة تانية على مستوى الـ 6,000 نوط طيب بشكل عام فيما يتعلق بقضايا التمويل وهي قضايا حساسة طيب لجوء مصر لأن تأخذ تمويل من الجانب التركي وخصوصا سمعنا بالفترات الماضية بالنسبة للإغراق البضائع التركية للسوق المصرية هل برأيك التمويل عادة يعني نحن نعرف أن التمويل عادة ما يكون له اشتراطات معينة هل برأيك سيكون هناك تحفظات أكثر فيما يتعلق بالوضائع التركية وخطرها على حركة التصنيع المصرية ما أعتقدش في الوقت الحالي سيكون في أي تحفظات من جانب دول إلى مصر لكن ممكن التحفظات تبقى فيما يتعلق بقرض صندوق النات لكن من جانب دول الدول تحاول تدعم من موقف مصر أو من وضعها السياسي والاقتصادي طبعا في الوقت الحالي زي ما شفنا الدعم اللي جي من قطر بحوالي 2 مليار دولار وكمان الدعم اللي جي من تركيا بحوالي 2 مليار دولار الرقم بتاع تركيا الحقيقة ما كانش تم توضيحه قوي زي ما حصل في قرض قطر اللي هو تم توضيح كل رقم فيه حيتم دفعه إمتى والفترة السماح اللي هي 8 سنين كل ده كان واضح جدا في القرض القطري لكنه في تركيا مش واضح قوي وبالتالي ما أقدرش أجزم إذا كان فيه تحفظات في هذه المسألة أو لا يمكن على الفترة القادمة تتضح الرؤية بشأن هذا القرض ما بدأ في تنفيذه فعليا لكن أعتقد أنه زي ما قلت حيث في البداية التحفظات أو مش عايزة أقول التحفظات بعض النقاط اللي ممكن يبقى فيها جدال هي ما يتعلق بصندوق النقد وإيه الاشتراطات اللي موضوعة فيه البنك المركزي نفى تماما أنه فيه أي نية لخفض قيمة الجنيه أو أنه فيه اشتراط من جانب صندوق النقد الدولي فيه أنه يبقى فيه خفض القيمة الجنيه أو مسألة الدعم لكن أعتقد أنه يبقى فيه كلام في مسألة البرنامج الخسخصة وما قد يتم فيه خلال الفترة اللي جاية مع تغيير النظام أو التغير الكبير اللي حصل فيه النظام السياسي في مصر الخسخصة ألا أن يكون مصطلح مرعب أن نرى في هذه المرحلة خصوصا ما مر على مصر في الفترات الماضية كان يتم خسخصة القطاع العام وتعتلي رجال أعمال وهذا ما أدى إلى التضخم وطبعا انتشار هذه الطبقية في مصر طبعا ما فيش شك أي حد دلوقتي ما يقدرش ما فيش جرأة على أنه يفتح موضوع الخسخصة في الوقت الحالي لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الحكومة الحالية قد تلجأ إلى هذا الأمر على الاعتبار أن جميع ما لجأت إليه في الوقت الحالي لتعويض عجز الموازنة سواء من الخارج أو من الداخل فكله بيأتي لو لاحظنا هللاقيه ضد المواطن وده مش هدف المواطن اللي قام بثورة يعني فرض ضرائب على دقيقة المحمول وفرض ضرائب على أو يمكن لغينا فكرة الأرباح الرأسمالية لكن فرض أرباح تجارية ضريبة على الأرباح التجارية كلها أمور ضد مصلحة المواطن وبالتالي المواطن مش مستفيد منها أو التفكير في رفع الدعم عن الطاقة فكلها أمور لسد عجز الموازنة أو إيجاد مورد آخر للمظاهرات الفئوية اللي احنا بنشوفها كل يوم وبالتالي كل الموارد دي ما أعتقدش هتكفي الحكومة لسد هذا العجز ومش هتقدر تفرد مزيد من الضرائب ولا هتقدر ترفع الدعم على الطاقة علشان ما يحصلش ثورة أخرى على الظروف الاقتصادية على اعتبار الأسعار ممكن ترتفع بشكل كبير جدا فأعتقد أن هي في النهاية لازم هتلجأ إلى عودة برنامج الخصخصة وزي ما قلنا قبل كده البرنامج الخصخصة نفسه مش خطير أو مش سيء ولا حاجة ولكن العبرة بتطبيقه وتنفيذه اللي حصل فيه خلال النظام السابق أنه كان بيبقى فيه فساد كتير جدا بيشوب العملية بتاعت برنامج الخصخصة وبيتم بيع بعض الشركات إلى رجال أعمال زو سطوة معروفين بالاسم وفيها عمولات كتيرة جدا بيتم يعني مش عايز أقول من تحت لتحت ولكن كان بيبقى فيها عمولات كبيرة جدا بتشوب هذه العمليات بشكل عام لكن الخصخصة نفسها ما هيش سيئة أعتقد لو مشت بشكل بما يفيد مصلحة العمال اللي موجودين في معظم المصالح أو بالنظر إلى مصلحة العمال فبالتالي الخصخصة قد تؤتي بصمار إيجابية وليست صمار سلبية أبدا نعم طيب فيما يتعلق بنتائج الشركات في هذه المرحلة ما هو الذي يمكن أن نقوله يعني الصورة هل ستكون قوية برأيك أقوى من الربع الثاني واليوم لاحظنا أنه تجاوبا مع النتائج بالنسبة للشرقية للدخان استان كومباني يعني واضح أن السهم أيضا كانت جرت عليه صفقة قوية يعني السهم ده بالذات تحديدا ما بيبقاش عليه تدولات كبيرة هي بس بتبقى بعض الصفقات من حين لآخر لكن ما أعتقدش أنه هيبقى فيه تفارات كبيرة قوي فيه نتائج عمال ربع الثالث وهي لسه ما ظهرتش في العديد من الشركات ولسه يمكن تاخد فترة كبيرة شوية عشان عندنا دايما ما بيبقاش في التزام قوي بمسألة الإفساح في مواعيده يعني عن النتائج الأعمال لكن ما أعتقدش أنه هيبقى فيها تحسن كبيرة على اعتبار أنه شهدنا موضة جديدة علينا دلوقتي اللي هي المظاهرات الفئوية والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل كل ده انتقل من مصنع إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وبالتالي بما لا يدعم مجالا للشك يعني أثر في ربحية الشركات وأثر على مدى النمو في الشركات كمان فيه كان مشكلة انقطاع طيار الكهربائي اللي كانت موجودة في رمضان دي أثرت على بعض الشركات زي شركات الألمونيوم مثلا معظمة خسائر كبيرة جدا في حوالي 3 أو 4 أيام انقطعت فيهم الطيار الكهربائي فأعتقد أنه خلال الفترة دي لا هتظهر نتائج أعمال إلى حد ما هتكون مساوية تقريبا لي نتائج أعمال الربع التاني إلا بقى فيه استثناءات معينة يكون فيه تفارات في إحدى الشركات نتيجة تسليم وحدات مثلا زي قطاع العقاري أو حاجة من هذا النوع لكن غير كده ما أعتقدش نحيب فيه تفارات كبيرة اليوم عم نسمع بسيتسكيب أيضا إيهاب كان في بعض الشركات المصرية موجودة يعني منها عامر جروب وقالوا أنه وحتى شركات أخرى كانت متواجدة في دبي وقالت أنه ستكون هناك شركات وحتى أعمار أعلنت أنها ستبدأ مشاريعها في مصر هذا يأخذنا أنه فيه نشاط فعلا قوي وهل السوق فعلا يتقبل مثل هذه الإنشاءات الجديدة أعتقد أنه يتقبلها تماما ويمكن أن أنا وحدك تكلمنا في النقطة دي أكتر من مرة قبل كده أعتقد أن القطاع العقاري زي ما قلنا قبل كده من أفضل القطاعات اللي ممكن يتم الاستثمار فيها في الوقت الحالي بالنسبة للشركات الكبرى لكن بالنسبة لمستثمر عادي حتى الآن لسه الأمور ما وضحتش قوي بأنهي القطاعات اللي حيكون أفضل وإن كان برضو أنا ما زلت بميل أن القطاع العقاري هو اللي حيقود الفترة اللي جاية نتيجة للإستثمارات اللي ممكن تيجي من بره ومن دول الخليج بالذات سواء من إعمار من دماج من شركات عدة في دول الخليج كلها ممكن خلال الفترة اللي جاية تضخ استثمارات جامدة في هذا القطاع ومن ثم يعني يمكن هي المشكلة بس أنه كان في الفترة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير قوي من الشركات الخليجية بالإسكان الفاخر هي دي اللي كانت إلى حد ما عليها بعض السلبيات لكن في الوقت الحالي مع إعلام بعض الشركات عن دخولها أو تفكير في دخولها في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط ده إلى حد ما حيفتح مجال جديد قدامها وبالتالي هيعود بالإجابة على الخطاع بشكل عام